طب إيه الحاجة بقى اللي بتدور عليها في الممثل أو في الممثلة اللي بتشتغل معها؟ انضباط وموهبة بالترتيب طب ومن خبرتك بقى الممثل بيدور على إيه في المخرج؟ أعتقد يعني أنا هخمن بيدور على المخرج عنده وضوح ونحن بنحكي إيه وبيسمع كويس بيسمعه مش بيناد بتهيق لي يعني من تجربتي أنا بحب أسمع الممثلين أنا بحب الممثلين بحب نبني الحاجات مع بعض فربما يكون يعني الصقة اللي حصلة مبنية على الأساس ده المخرج سيدني بولاك برضو كان من المخرجين اللي معروف الممثلين كانوا يحبوا يشتغلوا معاه كان بيقول أهم حاجة تعلمها أنه يجب أن تبني الممثل أنه يمثل يوصل لدرجة من التلقائية فإيه الأدوات اللي بتساعدك كمخرج أنك تخلي الممثل بتاعك يوصل للدرجة دي من التلقائية في الأداء إن إحنا بنبذل مجهود كبير إن إحنا إن نفهم العالم اللي إحنا فيه ده إيه والحدودة عاملة إزاي وإن إحنا نجاوب كل الأسئلة اللي بتبقى عندنا وبالتالي ما بنبقى أنسات موضوع ما بقوش له علاقة باللقاء نفسها أو التكست بيبقى خلاص إحنا لو إنتي عارفة إنتي هنا ليه في الدراما وإيه اللي وصلنا للنقطة دي وهنطلع منها النقطة عاملة إزاي ما بيبقاش فيه ما بتحسيش بمسألة اللي فتحال لو ممثل مش حاسس مش عارف هو دخل المنطقة دي ليه وبيعمل الأكشن دي ليه مستحيل يديكي أحساس حقيقي وصعب فاللي إحنا بنجاوب أسئلة إحنا وصينا هنا ليه وبالمناسبة أحياناً وإحنا بنجاوب السؤال ده نكتشف إنه فيه مشكلة وإنه ممثل عنده حق طب تعالوا نحلها لما بنجاوب السؤال ده أي حاجة تانية بتتحلق أهم حاجة نبقى عارفين إحنا في اللحظة دي من القصة ليه وبناخد الأكشن دي ليه فهو الحفاظ على التون ده يا لا أصلاً فهمنا إيه تون المشروع كله وفهمنا للشخصيات أنا ما بشوفش إن فيه حاجة في المطلق ينفع وليها أوفر أكتنج واندرات آه يعني ينفع كميزان كسكيل بس في الآخر هو الميلو دراماز الهندي اسفلان بوليوود آه فيها أوفر أكتنج بسياق سياق وليها جمهور والناس بتحبها وبتبقى ماشية في سياقها أنا ممكن ما يبقى الزوء إن أنا أعمل كده ما عرفش عامله بس ده ما يمنعش إنه دي مدرسة أداء وصناعها على بعض وليها جمهورة عظيمة وليما كانتش بوليوود دي بقى التعاملة كده فهو بس الفكرة إن إحنا بقى عارفين إيه اللي إحنا بنعمله التون بتاعه وعمل إزاي وإحنا شخصياتنا دي يعني عايزة توصل لإيه هنا بتقدري توصلي للمنطقة مع الفريق بتقدري توصلي للمنطقة المزبوطة للأداء